الكشف الدوري بالنسبة لبعض المستعمل النظارات احنا دايما بالنسبة للشبان الناس الشبان وكده ننصح انه الكشف الدوري يكون كله ستة شهور بالكثير كله سنة لانه مرات بيكون في تغيير اما في قوة النظارة اما في التركيبة بتاعت العين ذاته فندارك الحكاية دي لو في اي تغيير نغير النظارة قبل ما تحصل مشاكل بالنسبة للناس اللي عندهم بعض الامراض يعني مثلا الناس السكري احنا بننصح انه دايما اي زول عنده سكري لو ما عمل كنترول للسكر ما يلبس النظارة لازم يعمل كنترول كنترول ده يكون لفترة معينة مثلا اسبوع اسبوعين شهر كنترول تمام وطبيبه المعالج يقول له والله السكر ده كنترول حتي بعد ذاك يعمل كشف لانه لو ما عمل الكشف النظارة وليبس النظارة بدون ما يعمل كنترول للسكر كل اسبوع حييجي شنو يقول له والله النظارة دي كويس ما قادر اشوبها والنظارة دي ما كويس وهو الاخر لانه بيكون في تغيير في النظر مع شنو مع ارتفاع السكر وانخفاض السكر في الدم بالنسبة للامراض التانية مثلا الناس اللي عندهم مثلا الجلوكومة برضه بيكون في تغيير يا اخواني لازم يكون في كشف دوري يعني نحن ننصى عنه مريضة الجلوكومة بالذات لا من يبدأ العلاج تحديثه كده بالكتير كل شهرين لازم يعمل شك هيجي يقويس ضغط العين هيجي يقويس النظر وكده وهله يعني اغلب الامراض دي في المستشفى عند الاخر الصايع فحيح من ننصح يا اخواننا يكون في متابعة والحمد لله يا جماعة توفر مستشفى العيون في كل الاقالم عندنا في الخرطوم هنا مستشفيات كفاية عندنا أخواننا اختصاصي البصريات يعني أكملوا العلاج بتاع العيون ما عندكم أي مشكلة بالنسبة لفحص العيون وتحديد الأخطاء البصرية أو تحديد الأمراض اشتركوا في القناة